كابتن عادل ممكن زي ما قالت كابتن أسامة خسارة نقطتين واردة عادل واردة ولكن لتجنب أو تلافي المشكلات أو الأخطاء اللي احنا ويعنا فيها النهاردة المشكلات اللي جاية هتبقى صعبة يعني احنا مثلا تقريبا عندنا بعد ثلاث أيام مباراة بعد يابار بعطة أيام مباراة وبعدين كل ثلاثة أربعة أيام مباراة لحد ما نخش على الكاس العالم وبعدين بطولة أفريقيا وبعدين ترجع تلعب دوري وكاس بعض الناس متخوفة والناس عندها يعني برضو أنا عايز أجيب بطولة فالناس متخوفة إن السيناريو بتاع السنة اللي فاتت يكرر تاني ولكن الحلول من وجهة نظرك لإن اللي جاي أصعب عندك سيراميكا الماتش جاي وبعدين بيراميز طيب خلينا أتكلمك بس يا كابتن في حاجة مهمة قوي خسارة بونتين في إصراع دوري مش مشكلة كبيرة هي المشكلة بتتلخص في حاجتين بس وأنا يمكن اتكلمت معك قبل الهوى في الموضوع ده نادي الأهلي هيواجه كل الأندية هتلعبه بنفس الطريقة هتدافع التسعين دقيقة يعني أنت النهاردة الهجوم بتاعك أو اللعب عندك في نص ملعب سموحة ها في صعوبة شوية لأن التكتل أنا لو لو كان في عندك سور كده للملعب تلاقي كل واقف وراء وبيشتغل وإحنا حذرنا من الأمر ده وكلمنا فيه ما فيه فرقة كتير ممكن تقابلك بنفس الطريقة كل الفرقة بتلعبك كل الفرقة هتلعبك هي بس محتاجة جنف البداية يشتغلوا هم على البلان التاني الفرقة التانية لكن الفرقة لما بتعمل الزون الديفنس بيتلعبوا كلهم كده شو ما فعل؟ خلينا نتكلم بإيجابية شوي أكيد فيه أخطاء وأكيد المدرب لازم هيعرفها أو عارفها أو حطت إيده عليها والشغل الأيام الجاية على تلاف الأخطاء يعني احنا تكلمنا النهاردة على الدفاع المنطقة من بداية المباراة يمكننا من الشوط الأولاني قبليه قبل الستوديو قبل المباراة ما تبدأ تكلمت على حتة العمك الدفاع بتاع الفرقة اللي هيلعبوك وحخد بالك الفرقة بتلعبك بطريقة وبتلعب الفرقة الأخرى بطريقة تانية فأنا علشان كده بقول للعيبة الناد الآله خلي بالكو أحيانا هتلاقوا مستويات فرقة بتلعب المباراة اللي فاتت مباراة مش قوية لكن يومكو بيبقى عيد يعني بيشتغلوا معاكو بقوة بيشتغلوا معاكو بحرص بيشتغلوا معاكو ما بيهجمكوش الحاجات دي كلها فلازم اللعيبة تعرف الحاجة التانية بقى المهمة اللي أنا عايز أقولها أن أنت عندك استراتيجية ليه أنت دخل في شهر واحد وبعدها رايح كس العالم الأندية وبعدها رايح بطولة أفريكا تشتغل على البطولات اللي يكون فعون اللعيبة أو الفريق بأكمله الفريق بأكمله أنت محتاج لعيبة كتير مش من بره محتاج لعيبة كتير من جوة فرقتك تجهز وتجهز كويس قوي علشان تجهز لعيبتك اللي متواجدة معاك في الفرقة لازم يديه عشان كده بيبقى فيه يعني بيبقى فيه تبديلات وبيبقى فيه تغييرات تغييرات كتير لأنك أنت من الفرق اللي لا تستحمل أنك أنت تلعب بعدد قليل بالذات أنت داخل على أفريقيا وبعدد رايح على كلاس العالم الأندية وأنا عندنا المباراة اللي النادي الأعلى يلعبها فيجب أن لازم يبقى فيه تدعيم ولازم يبقى فيه تدعيم في يناير أكيد بلاعب ولا اتنين حاجة تانية لازم اللعيبة الموصبة هترجع زي طهر محمد طهر وبعدين كان عندك برد لك في أكرم توفيق يعني بيرستاو برضو عندك برد لغ فيه لكن الأيام اللي جاية أنا طالب من اللعيبة حاجة واحدة بس أنا ما يهمنيش أنا أنا شوف أنا ما بيهمنيش أنك أنت ممكن تتعادل أو أو تتغلب حتى كرة القدم فيها كده أنا اللي يهمني الروح بس أنا أتمنى من اللعيبت الآن للفترة اللي فاتة الفترة القادمة الروح تعلى أنا ما بخافش من أي فرقة طول ما أنا عندي روح الفلن الحمر جوه المباراة جوه الملعب أقول لك حاجة المباراة اللي فاتة انت جاي بجون في آخر ثانية أو في آخر دقيقة هي دي روح النادي الأهلي المباراة دي كانت ممكن كرة حسين الشحات تدخل جون اللي لف بيها وشاطها في أخطاء لازم المدرب هيشتغل عليها ولكن أنا عايز اللاعبين الروح بتاع بتاعت فلنة النادي الأهلي تبقى أقوى من كده كتير رغم أن هما شغالين وبيشتغلوا بروح عالية ولكن أنا طالب الأقوى وطالب الأعلى المدرب لازم يعرف خبايا الدور المصر شوية يعني في خبايا للدور المصر لازم تتعرف شوية توصله يعني لهو فرقة تيجي تلعبك إزاي حدش هيلعبك كرة شاملة الحاجات دي كلها موبوسة يا كابتن آيمن في حاجات أنت بتستفد منها يعني التعادل ده ممكن تستفد منه تستفد منه كويس أنا ما بحبش أتغلب وما بحبش أتعادل ولكن كلمة تعادل غير كلمة هزيمة فأنت كلمة التعادل اللي أنت ممكن تستفد منها كتير قوي أنت عارف أحيانا بتبقى دافع لتصحيح حاجات كتير ممكن تكون عندك ومش باينة من المكسب أنت فاهمني؟ المكسب لما بيجي وانت عندك أخطاء ممكن ما بتعرفش تصلح أو بالمعنى الأصح يعني بيبقى عندك حتة تمانك سيب لأ ممكن التعادل اللي يبقى أجابي بالنسبة لك أن أنت رايح تلعب مطشيات عندك مطشيات من العيارات تقيل زي المطشي النهاردة يعني فرقة سموحها من الفرق اللي هي طول عمرها حتة الأداء بيبقى عندها أداء كويس مع الأهل بالذات يمكن فيه فرقة بتاعف تلعب على أندية ولكن زي ما أنا قلت لك أن الناد الأهل كله بيلعب كأنه عيد بالنسبة له يعني عشان كده في بداية المباراة قلت لك أنا ما تفرقش على شرائط للفرق اللي هي لعبة أنا كأهلي لأنه أوعى تفتكر أن الأداء اللي بيلعبه سموحها قدام أي فرقة تاني في الدوري زي الأداء قدام الأهلي أو من سموحها بس أي فرقة في الدوري بيجي لعب الناد الأهل عشان كده فيه ضغط على الناد الأهل وفيه ضغط على لعبة الناد الأهلي فيه ضغط كبير قوي لازم اللعبة تستوع بالأمر ده يعني يعني طول الوقت حاسب على حتة الكورة مش على حتة النقط أتكلمكش عن النقط أنا بقولك حاسب على الكورة السنائية اللي بيني وبينك جوا الملعب دي بتخلي أنا بكلمك عن ناحية نفسية في الفرق اللي بتلعبك يعني أنت الفرق اللي بتلعبك لما تدخل في الصراعات السنائية بالزيد بين لعب الأهلي واللعب الأخرى لما بتكسب واحدة واثنين وثلاثة بيتسللهم اليأس الفرق تانية لقدامك لكن لو كسب منك واحدة بيزيد شوية وده قدرك كلاعب الناد الأهلي الفترة دي خلينا نتكلم بإيجابية مش نهاية العالم تعادل أنت كنت ممكن تتعادل مثلاً أو تتغلب لو في كورة ممكن تروح تعيشة بتدخل جوان كتير قوي ولكن أنت متعادل دا يعملنك أبنتين وأنا مبرداش بالتعادل ولكن في الوقت الحالي في الوقت الحالي عندك مباراة الأصعب خليك إيجابي نشتغل على الإيجابية أكتر استفاد من اللي حصل وشوف هتعمل إيه في اللي جاي ويجب ودي لازم دي نفكر فيها كويس أنت هتلاعب كاس عالم الأندية فرق قوي قوي أنت لا إحنا متمرسين فيها فأنت لما نروح لها لازم هتروح لها وأنت مرتاح نفسياً وفارق في الدور كويس إن شاء الله وإن شاء الله نعملها ويبقى عندك لعبة ممكن يكون استقطابهم كويسين جايين لعب أو اتنين أنا أنا معرفش ولكن أنا أتمنى أن لازم يكون في تدعيمة كويسة لأن أي فرقة في العالم ريال مدريد بيدعم بقى ريفربول بيدعم حتى لو ماشي كويس التدعيم للأيام القادمة للمستويات الأعلى والأقوى وفي الآخر هارضي لك النهاردة على البنتين شده هنا في اللي جاي ما بصش وراك بص لقدامك عاوزين الفترة اللي جاية تفاني وأنا يمكن اتكلمت الكلمة وأنا بقولها نصيحة لعبة النادي الأهل يا كابتن أيمن ودي المهمة قوي أنت عندك عدد من المباريات في شهرين أنا بتكلم اللعيبة فقط عندك عدد من المباريات في شهرين شهرين ونص عدد غير مسبوك مستويات عالية جدا يعني أنت هتلاعب فرق في كاس العالم الأندية وفي بطولة أفريقيا غير مستويات الدوري كمان والدوري وإنت عارف كلاعب النادي الأهل الفرق لما بتيجي تلعبك ما بتلعبكش بمستويات الحقيقة يعني بتلعبك بالزيادة بتاعته يعني لو هو روحه بيلعب في الدوري النهاردة بيلعب فرقة روحه بتزيد الدعف بتزيد وبتزيد الدعف فأنت خلي بالك الأيام الجاية فأتمنى منهم الحفاظ شوية على الراحة بتاعتهم وعلى الحتة التدريبية والصحة العامة والبرد والحاجات دي